شيء ثاني من وين الإنسان بيتثقف وبيتعلم؟ بيتعلم من الأب وين من الأب والأم بيتعلم من الكنيسة أو بيتعلم من المسجد أو بيتعلم من المدرسة بغض النظر في أي دولة إحنا شو منعلم أولادنا؟ شو منغزي أولادنا؟ إذا حتى في النصوص والكتب اللي منقلفها هي تعبير عن تحقير شخص آخر أو تقليل من شخصية مثلا بتقلل من شأن المرأة أو بتقلل من شأن المسيحي اللي عايش في بلدك أو المسيحي بيقلل من شأن شخص آخر مهاجر في بلده وهكذا هذا التقليل هو عبارة عن تزمت هو عبارة عن تعصب أنا شايف في منظار أن هذه الشعوب هاي الناس أقل إحنا نشكر الله أنه في جنس واحد في كل العالم في كل تاريخ البشرية ما شفناه شيء يتوسط بتشوف حيوان بتشوف إنسان بتشوف جماد بتشوف مثلا طير لكن الإنسان ما بيتغير الله خلق الإنسان بغض النظر شو لونك بغض النظر لما بتفحص في الداخل والأعضاء الداخلية وهذه الصورة على فكرة حبيتها كتير كتير هناك فقط أحد عبارة حطين أطفال هادول الأطفال كل واحد بيربى في بيئة في بيت في مجتمع بحسب الثقافة بتاعته شو بيتعلم كيف بينمو كيف بيربى إذا بينمو بيربى أن يحب أخوه يحب جاره وهي كانت وصية الكتاب المقدس تحب الرب إلهك وتحب قريبك كنفسك تحب قريبك سألوا يسوع ومن هو قريبه وتكلم عن مثل والمثل كان فيه رجال دين مروا في شخص يعني بين حي وبين ميت لكن جاء شخص واحد غريب الجنس من جنس آخر من شعب آخر ما هوش يهوده هو سامري عمل معه الرحمة